بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الوصف الرحمن الرحيم كيف يكتب لك براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وتصبح رجلا يمشي من أهل الجنة يمشي على الأرض بعمل يسير يحتاج منك صبر لمدة تربعين يوم بس يحتاج منك صبر لمدة تربعين يوم بس الرياء أو النفاق أو الشرك الخفي سرطان الأعمال الذي يدمر الحسنات ومافي إنسان إلا بيقع في الرياء وفي الشرك الخفي لأنه أخفى من دبيب النمل لكن رسول صلى الله عليه وسلم قبله عمليا 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 하나 عكzne عمليا عكف عنه الصالحون من زمن التابعين حتى الآن نلقى الله بقلب خالي تماما من النفاق ومن الرياء شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألأ أنبئكم بأخوة في عليكم عندي من المسيخ الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال ذاك الشرك الخفي الشرك السرائر يصل الرجل جاهدا فيحصن صلاطه يصل الرجل جاهدا فيحصن صلاطه من نظر الناس إليه يعني إيه الكلام ده يعني الرجل يكون بيصلي فيحصن صلاطه عشان عارفين فيه ناس بصاله لكنه لما بيكون لوحده ما بيحصنش الصلاة زي ما الناس يكون بيصلي فأبواب الشرك الخفي ده اللي هو أخصى من ده بيم النمل لا تحصى زي كل رسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذا الشرك الشرك الخفي الشرك السرائر قال قال يقوم الرجل فيزين صلاطه جاهدا من نظر الناس إليه فإنه أخفى من ده بيم النمل فالشرك ده أو زلك شارك الإسلامة بن تايماني بيقول لا كاد أحد ينجو من هذا الشرك أو من هذا الرياء اللي هو سنحن بقول ففيه لس كتير طبعا أكثرهم من هذا الزمن سألقوا الله سبحانه وتعالى وفي قلوبهم نفاق سوف يفاجأ يوم القيامة بوزهم أنه فيه عمل كثير لم تقبل لأنه كان فيه خلل فيه الإخلاص أو لأن الإخلاص بشتام لأنه فيه نسبة رياء أو فيه نسبة نفاق والعزو بالله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سألني لينا عمل لو إحنا عملناه سننجو من هذا من هذه المصيبة خايف علينا منه أكثر من فتنة المسيخ الدجال فتنة المسيخ الدجال أعظم فتنة من ساعة مخلق آدم لغاية تقوم الساعة كذلك ربنا صحيحة تعالى في كسيم الآيات ما نعمل حسن ما نجاء بالحسن فلاهو عشرة أمثال ما نعمل حسن لأن الكسيم للناس هيعمل حسنة لكنه لن يأتي بيوم القيامة هتضيع هتضيع في الطريق إما أنها تخبط بحسن بسيئات عملها أو لأنك فيه خلل في الإخلاص أو أي شيء لأن نجيك من الموضوع ده حاجة واحدة بس إن أنك كتب لك براءة من النفاق براءة لما تكتب لك براءة من النفاق بتاخد براءة من نسبة 100% يبقى القلب ينقى من النفاق تماما من نسبة 100% أي عمل تعمله بعد كده تضمن أنه خالي من النفاق بنسبة 100% وتكمل أنه مجموع بإذن الله 100% إلا إذا كان لا يوافق صنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل بدعة أو بتعمل شيء طب نعمل إيه؟ هو ده موضوع هذا الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق خلي بالكم ما تشاهد تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق يعني إيه كلام ده؟ يعني أنا ننتقى أربعين يوم تكون واقف في الصف قبل من الإمام يقول الله أكبر تكون واقف في الصف قبل من الإمام يقول الله أكبر مدت أربعين يوم طيب عملت كده بتاخد براءة من النار مش بس تحرم على النار بتاخد براءة كمان من النفاق وده مهمة ده اللي هني عايزينها أصبحت رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض حتى لو بعد كده عملت كبير حتى لو بعد كده عملت كبير ضمانت حصن الخاتمة وضمانت منزلة العالية جدا في الجنة وضمانت براءة من النفاق وده أهم حاجة إنك إنت لو عملت أي عمل بعدها العمل ده يقبل بإذن الله فمنزلة عظيمة جدا 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 عرفين ليه؟ أولا إن تكبيرت الإحرام واحد من الذين شاهدوا بدلا غزو البدر واحد من أهل بدر قال لي ابنه قال له أشاهدت سراطة الجماعة قال له نعم قال له أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام قال له لا قال له إن ما فاتك من ثواب أعظم عند الله من مئة ناقة سودي العينين يعني اللي فاتكت من ثواب أعظم إن إن واحدة تصدق بمئة ناقة كلها سودي العينين تكبيرت الإحرام بس يعني لو واحد دخل والإمام بيقرأ الفتحة كانوا خسروا مئة ناقة أو خسرت سواب الصلاة قابل مئة جمل أما لو دخل والإمام راكع أما لو دخل والإمام في راكع التانية أما لو دخل والإمام خلص الصلاة الجماعة خالص عشان برضو يصلي جماعة خسرت دي عرفين ليه كمان لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد همنتوا أن آمروا بالصلاة فتقام ثم آمروا رجلا ليصلي بالناس ثم آمروا بحاطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجالوا معهم حزموا من نار فأخالفوا إلى قوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرقوا عليه بيوتهم مقبل قال عليه الصلاة والسلام والحديث صححه أحمد شاكر في المعظم التمراني ولو أنا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وإنهم ليو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلاقتونها ولقد هممتوا أن آمر رجل اللي يصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نار وما يتكلف عنها إلا منافق ذلك اللي بيحضر اللي بيكون واقف في تكبيرة الإحرام قبل ما يمون الله أكبر أربعين يوم ده دليل على قوة الإيمان وينقى قلبه تماما من نفاق لذلك عكف الصالحون من أيام التابعين لغاية الآن على تحصيل هذه المنزلة لذلك أنا حاولت مرتين ونجحت في المرة الثالثة في المرتين الأولين عادت شهر كامل ومعزبع تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات بعدين جاء حصل عندي زرف قهري فطريت عيد تاني من الأول لأنك لازم تواصل بأربعين يوم لذلك أنا في المرة الثانية بكيت بكيت بالدموع على المجهود اللي أنا يعني 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 وفقني وعدت حوالي ثمانية أو ثمانين يوم مواظب على تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات والله واحد من الناس الذي يحسنهم على خير كان من الناس يتصلي ورايا كنت أعمل فيها كنت أعمل فيها كنت أعمل فيها إماما لما ربنا وفقه وعمل الموضوع ده لمدة أربعين يوم عارفين عمل إيه دبح عجل الله دبح عجل الله وزعه الفقراء من فرحته الشديدة بالحصول هذه المنزلة وصبر بعين يوم لما انتهى من الأربعين يوم دبح عجل الله شوفوا عشان تعرفوا قدقي فيه ناس عندهم حرص على الخير فيه ناس عندهم قدقي حرص على الخير دبح عجل الله وزعه الله لذلك ماذا يضيرك يعني إما أنت لو أنت يعني لو أحد قال لك تعالى تعالى تعملي عمل لمدة أربعين يوم حديك مليون جنيه بس هتقود عندي لمدة أربعين يوم كأنك في كشافة وكأنك في رحلة وكأنك مسافر في الصحرا أربعين يوم حديك مليون جنيه مش هتروح إما المشكلة عندك لو أنت صبرت لمدة أربعين يوم وتحظو وتعود ونتحسن أنك تكون واقف في تكبيلة الإحرام قبل المامل الله أكبر 40 يوم. إيه اللي حيضرك؟ وتعسل هذه المنزل العظيمة. تختب بك براءة من النفاق. وتضمن بإذن الله قبول أي عمل بعدها. وبإذن الله تصل إفردوس الأعلى. لتلقى الله بقلب خليه تماما من النفاق. اللي بيقع فيه كل الناس. إتقوا الشرك الخفية في أنها أخفى من دبيب النملة. سيدنا عثمان بن عفهم لما جهز تلت جيش الأسرة بمئة ناقة. العثمان قال ليه؟ قال ما ضر عثمانا ما يفعل بعد ذلك. خلاص. لو عمل أكبر الكبائر بعد ذلك خلاص. لا بش عالي تضره. يعمل له وعايزه. لو وصلت المنزلة دي. انك انت تحاضر تكبلت الأرحام ربعين يوم. لا تخافش من أي حاجة بعدها. لا تخاف من صغائر ولا تخاف من كبائر ولا تخاف من نفاق ولا تخاف من أي حاجة. خلاص. أصبحت رجلا من أهل الجنة يعبش على الأرض. طب بالله عليكم ايه؟ يعني ايه المشكلة لما تزغل ربعين يوم؟ ترجمة نانسي قنقر